قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار مرحبا بكم مشاهدين هذه اهم عنوين اخبار اليوم كشف تفاصيل واثمنة الحصول على تذكر كاسا افريقيا بالنسبة للمغاربة الرقر يكشف عن خبر هام قبل بداية منافسات كاسا افريقيا تصريحون مفاجئون من مدرب تنزانيا قبل مواجهة المنتخب المغربي غضب كبير في مصر بعد تصريحات اناحية الخيرة والان الى التفاصيل لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدين الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا باخر الاخبار دائما يمكن للمشجع المغربي الراغب في دعم المنتخب الوطني في كاسا افريقيا والذي سينتقل الى مدينة سان بيدرو في صحر العج يمكنه ان يحصل على خمس تذاكر من خلال استخدام جواز السفار الخاص به حيث تم تحدد الحد الاقصى لعدد التذاكر التي يمكن شراءها للمشجع الواحد في كل مباراة والذي يبلغ خمس تذاكر ويجب على المشجعين ايضا تقديم جواز السفار الخاص بهم او احد وثيق الهوية الرسمية لشراء التذاكر من الموقع الرسمي للبطول فيما تم تخصص تكلفة التذاكر للجماهير المغربية بين خمسة الاف وعشرة الاف فرنك افريقي لكل فئة مما يعادل تقريبا ثلاثة وثمانين درهما ومائة وستة وستين درهما مغربيا وسيتيح استخدام هذه التذاكر للجماهير حضور مبارتي المجموعة التي ستجرى في يوم واحد في ملعب لورانبوكو في مدينة سان بيدرو وقد انتقلت مئات من انصار الاسود الى مدينة سان بيدرو لدعم المنتخب المغربي في هذه البطولة ومن المتوقع ان يزداد عدد الحضور مع اقتراب موعد المباراة الاولى المقرر يوم الاربعاء المقبل ويبدأ المنتخب المغربي مشواره في نهائيات كأس الامم الافريقية في المجموعة السادسة بمباراته الاولى امام تنزانيا في السابع عشر من يناير الجاري ثم يلعب مباراته الثانية دد الكونغو الديمقراطية في الواحد والعشرين يناير وسيختتم مرحلة المجموعات بمواجهة زامبيا في الرابع والعشرين من نفس الشهر قال والد راقراج المدرب الوطني للمنتخب المغربي قام باعداد حصة تدريبية مفتوحة امام وسال الاعلام للفريق المغربية قبل بداية منافسات كأس امم افريقيا المزمع قامتها يوم السبت واعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ان هذه الحصة تدريبية ستقام السبت في الربع الاول من اليوم وسستمر لمدة ربع ساعة حيث ستجرى هذه الحصة تدريبية على ملعب اوكسيدونس في مدينة سان بيدرو وتبدأ في الساعة الرابعة وخمسة واربعين دقيقة ويشاره لان المنتخب المغربي حقق انتصارا في اخر مباراة اعدادية قبل بداية البطولة على حساب المنتخب السيراليوني بنتجة ثلاثة واحد حيث سجل يصفنصير هدفين وسوفيان بوفال هدفا واحدا فيما سجل اكرد هدفا في مرماها اعرب مدرب المنتخب التنزاني عادل عمروش عن اسياءه بعد المباراة الودية التي جرت امام المنتخب المصري وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة هدفين مقابل الاشياء وعرب عمروش عن عدم رداها عن عدد التغييرات التي تم اجراؤها في المباراة حيث تم السماح بخمسة تغييرات لكل فريق واشار لانه كان يأمل في اشراك مزيد من اللاعبين شبهن في المباراة واضح عمروش انه لو كان يعلم مسبقا ان عدد التغييرات بهذا الشكل فانه لن يأتي لهذه المباراة وانه كان يأمل في اجراء مزيد من التغييرات لمنح الفرصة للاعبين شبهن للمشاركة امام منتخب مصر هذا وتنتمي تنزانيا الى المجموعة السادسة في كأس امم افراقيا حيث ستكون المباراة القادمة لتنزانيا امام المنتخب المغربي في السابع عشر من الشهر الجاري انتقد الدولي المغربي عز انه لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم انتقد طريقة لاعب المنتخب المصري واوضح لاعب مارسيليا في تصريح لصحيفة الابروفنس ان لاعبي منتخب مصر يسقطون كثيرا بعد تجيلهم لهدف من اجل اضاعات الوقت ووصل انحي كلمه بالقول مصر التي تويجت باللقب سبع مرات من قبل فيلكان هي تقدم كرة قدم جميلة وهو منتخب قادر على ادارة المباريات فمنتخب مصر يمكنه ان يسيطر ويسجل هدفا من ركلة ثابتة ثم يسقط احد اللاعبين الى اليمين ولاعب اخر الى اليسار وفي السياق اخر فاز المنتخب المغربي لكرة القدم بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعته يوم الخميس بمنتخب السيراليون في كوديفور حيث تدخل المباراة التي قيمت بمدينة سان بيدرو في اطار السيدادات المنتخب المغربية لنهائيات كأس افريقيا للامم التي تحتضنها ملاعب الكوديفور وسجل للنخبة المغربية في اللقاء كلنا من يوسف انصير في مناسبتين في الدقيقتين الثلاثين والخمسة والخمسين وسفيان بوفالة في الدقيقة الخمسة والثلاثين ويستهل المنتخب المغربي مشاركته في نهائيات كأس امم الفريقية للامم بمواجهة منتخب تنزانيا وفي السياق ذاتها من المنتظر ان يصمر الدولي المغربي عز الاناحي مع مارسيليا الفرنسية وذلك حتى نهاية الموسم الحالي على ابعد تقدير بعدما كان قريبا من مغادرة الفريق بسبب عدم الاعتماد عليها في بداية الموسم الحالي اضافة الى الاصابات التي تعرض لها وجعلته يغيب مدة طويلة عن الفريق الفرنسي وحصل عز الاناحي على اهتمام المدرب لتالي جاتوزو مؤخرا حيث اصبح يعتمل عليها ويقحمه بشكل رسميا في مباريات الدوري ما جعل العديد من الاندية الاوروبية والسعودية ترغب في التعاقد معها خلال الفترة المقبلة ويتم نادي برينتفورد الانجليزية بالتعاقد مع متوسط ميدان المنتخب المغربي عز الاناحي من مارسيليا وهي ثاني مرة يدخل فيها اللاعب المغربية اهتمامات النادي الانجليزية بعد الاولى عقب منديال قطر لما كان لاعبا مع انجيال فرنسية الا ان الامور لم تسر في الاتجاه الصحيحة وفشل النادي في التعاقد معها والى جانب برينتفورد الانجليزية يحظى الدولي والمغربي عز الاناحي باهتمام سعودي ايضا من اندية الاهل والتحاجة السعودية الا ان تعيين المهدي بن عطية في منصب المدير الرياضي لفريق مارسيليا غير من قرار الفريق الفرنسي ببيع اللاعب والاقدام على تعاقدات جديدة والابقاء عليها بعدما تمكن بن عطية من اقناع ادارة نادي مارسيليا بالاحتفاظ باللاعب المغربية حتى نهاية الموسم الحالي على ابعاد التقدير ومن جهة اخرى فان رئيس النادي مارسيليا الفرنسي بابلو لونغوريا اكد في اخر خروج اعلمي لها على ان اللاعب المغربية اونحي لن يغادر الفريق في الوقت الحالي وقال عز اونحي ليس للبيع ونحن سعداء بتوجده معنا وهو يتطور بشكل جيد وتجدر الاشارة الى ان عز نونحي يتواجد مع المنتخب المغربي في صاحل العاج استعدادا لخوض كأس الامم الافريقية والهدف ان تغلق من جديد كما فعل في كأس العالم بقطر عندما تمكن من لفت انتباه العديد من الاندية الاوروبية اليها بسبب مستواه الكبير اشتركوا في القناة